السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم من درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الفعل كان الفعل كان بمعنى يستطيع أو يقدر أن يفعل شيء معين كيف أستخدم هذا الفعل بشكل سهل باللغة الإنجليزية ومن الأفعال الشائعة باللغة الإنجليزية طبعا من أفعال الناقصة أول شيء يجب معرفته الفعل كان يأتي مع كل الضمار كما نعلم الجملة باللغة الإنجليزية بيكون عندنا subject subject بعدين عندنا verb compliment تتمت الجملة إذن فاعل وفعل وتكملت الجملة الفاعل إما أن يكون pronoun يعني ضمير أحد هذا الضمار أو يكون اسم اسم شخص بنت أو ولد أو يكون حيوان بيكون جماد إلى آخرهم إذن إما ضمير أو اسم إذن عدنا ضمار كما نعلم سبع ضمار I, he, she, it, we, you, they كلها يأتي بعدها كان ليس مثل أفعال كون مثل I am, he, she, it, is, we, you, they are فعل كان فعل ناقص رح نفسر ماذا يعني ناقص I can أنا أستطيع He can هو يستطيع She can هي تستطيع It can هو وهي يستطيع لغير العاقل لغير الإنسان We can نحن نستطيع You can خمس ترجمات أنت تستطيع أنت تستطيعين أنتم تستطيعون وأنتما تستطيعان وأنتنا تستطيعن إذن خمس ترجمات They can هم يستطيعون هما يستطيعون وهنا يستطعن إذن خمس ترجمات لماذا سمي فعل ناقص I can in the sea أستطيع في البحر هو فعل لكن نسميه model verb إذن فعل ناقص لماذا لأنه لا يعطي معنى كامل في الجملة يعني أستطيع في البحر ماذا أستطيع يجب أن أضع بعده فعل رئيسي في الجملة I can swim مثلا I can swim in the sea أستطيع أن أسبح في البحر أيضا بعد الفعل can لا نستخدم to لا أستطيع أن يقول I can to swim in the sea ممكن شخص يقول أنا أستطيع أن أسبح في البحر دائما وأبدا بعد الفعل can يأتي الفعل بصيغة المصدر بدون أي إضافة لا أستطيع أن أضيف s لا أستطيع أن أضيف ing أبدا بعد الفعل can مثلا مثلا إذا كان الفعل he he can swim in the sea إذا المضارع بسيط لكن إذا الجملة بدون can he swims نضع s مفرد الغائب مجرد ما استخدمت can مباشرة أحذف ال-s لماذا يأتي الفعل بدون أي إضافة يعني الفعل المصدر بدون أي إضافة أيضا ممكن نستخدم اسم كما قلنا سبعة ضمائر ممكن نستخدم اسم يكون الفاعل مثل عدنا mary can drive the car يمكن أو تستطيع mary أن تقود السيارة لاحظ نقول تستطيع an لكن لا نستخدم to لماذا كما قلنا يأتي الفعل بصيغة المصدر بدون أي إضافة باشرة نستخدم can وبعدها الفعل بدون لا s الإضافات باللغة الإنجليزية s ing ed نضع to إذن كلها لا نستخدمها بعد الفعل can أحمد can do this for you يستطيع أحمد أن يقوم بهذا do this for you لك أو من أجلك أيضا استخدمنا can do والفعل أحمد ممكن نستخدم كما قلنا الضمير he can هو يستطيع يعني نقصد أحمد she can يقصد به mary mary can drive the car أحمد can do this for you for you لأجلي can نريد أن نقول لأجله for him for her for it على حسب الشخص for them يعني لهم for us for me لي أو من أجلي إذن على حسب الضمير بحالة المفعول به أيضا لتشكيل السؤال دائما مجرد ما شفت can فقط نضع can في بداية الجملة تصبح can he play video games نضع question mark علامة استفهام he can play video games يستطيع أن يلعب العاب الفيديو إذن يستطيع أن يلعب العاب لتشكيل السؤال فقط نضع can في بداية الجملة بدون أي تغيير فقط لاحظ وضعنا can في بداية الجملة can نبدأ بحرف كبير الرجع ال H small letter can he play video games يعني هل يستطيع أن يلعب اللعاب الإجابة ستكون yes نضع كما full stop no كما full stop can he فقط نقلب can he تصبح he can دائما قلنا الفعل المساعدة الذي أسأل به أجيب به سألني بcan أجيب can سألني بdo أجيب بdo سألني بdoes أجيب بdoes يوم كات الجملة does he yes he does no he doesn't لكن هنا سألني بcan يجبعا أجيب بcan yes he can no he can't إذن كلا لا يستطيع إذن أجيب can he تصبح yes he can no he can't أريد أن في هذه الجملة فقط بعد can أضع not he cannot play video games دائما تختصر can't he can't play video games he cannot play video games يختصرون no يضعون apostrophe t إذن هاي فاصلة علوية t يختصرون حرف ال-n وال-o he can't play video games لاحظ can not can't إذن ترجمها لا يستطيع لعب ألعاب الفيديو إذن مع جميع الضمار أردنا أن ننفي can not تختصر به can't كما قلنا can يختصرون ال-n وال-o يضعونه بس ت i cannot drive the car i can't drive the car دائما تختصر be can't he cannot drive the car he can't drive the car إذن أنا لا أستطيع أن أقود السيارة he can't drive the car لا يستطيع أن يقود السيارة they can speak English يمكنهم أو يستطيعون أن يتكلموا اللغة الإنجليزية نريد أن نشكل سؤال فقط نضع can في بداية الجملة تصبح can they speak English English هل يمكنهم أن يتكلموا اللغة الإنجليزية أثناء الإجابة كما قلنا yes no هذه جملة سؤال short answer إجابة قصيرة يما بيس يما no فقط أول كلمتين نقلبهم can they تصبح yes they can no they can't كما قلنا can not تختصر can't yes they can نعم يستطيعون no they can't لا يستطيعون وريد أن فيها فقط نضع بعد can not تصبح they can not والأفضل دائما تختصر can't they can't speak English لا يستطيعون أن يتحدثوا اللغة الإنجليزية they can't speak English نريد أن نقول ماذا يمكنهم أن يتحدثوا نعرف they can speak English يمكنهم أن يتحدثوا اللغة الإنجليزية نريد أن نقول ماذا يمكنهم أن يتحدثوا إذن أثناء السؤال كما قلنا نضع can في بداية الجملة تصبح can they speak هل يستطيعون أن يتحدثوا نضع what ماذا تصبح what can they speak لا نضع English ماذا English وضعت ببدل عنها what اسم الاستفهام what نسأل عن اللغة التي يتحدثونها لا نصع نقول what can they speak English هذا خطأ إذن تصبح ماذا يمكنهم اللحظ can they يمكنهم أن يتحدث اللحظ أن كما قلنا بعد can يأتي الفعل بدون to بدون أي إضافة إذن أن ممكن شخص يرتبك كيف أستخدم أن إذن أن فقط نقولها كلاما يتحدثوا speak ممكن شخص يقول طب كيف نستخدم يتحدثوا طب وين الباو خلاص they they بمعنى هم they speak ليس مثل اللغة العربية نضيف هو الجماعة الف الاثنين خلاص الفعل هذا مع كل الضمار what can they speak ماذا يمكنهم أن يتحدثوا أثناء الإجابة نحذف اسم الاستفهام الرجع can قبل الفعل تصبع they can speak ماذا يمكنهم أن يتحدثوا إذن English يمكنهم أن يتحدثوا اللغة الإنجليزية نحفظ هذه الصغة دائما نستخدم can you هل بإمكانك يعني هل تستطيع هل بمقدورك هل باستطاعتك كل نفس الشيء can you واستخدم الفعل أو النشاط can you do can you work can you drive can you swim can you cook can you play can you open can you feed نفس الشيء هل مكانك أن تعمل هل مكانك أن تفعل هل مكانك أن تعمل هل مكانك أن تقود هل مكانك أن تسبح هل مكانك أن تطبخ هل مكانك أن تلعب هل مكانك أن تفتح هل مكانك أن تطعم فقط بالستغيب Can you أثناء الإجابة جميع هذه الأسئلة Can you الإجابة Yes أو No طبعا Yes أضع بعدها كما فاصلة آخر شيء Can you هل مكانك أنت الإجابة لا أقول نحن نعرف بس أرجع كان بعد الفعل لا أقول You can لأن يسألني أنا Can you هل مكانك أنت أقول نعم أنا أستطيع كلا لا أستطيع أنا إذا نحول You إلى I Yes I can No I can't جميع الأسئلة Yes I can No I can't بهذا الشكل نهاية درسنا هذه ومتكلمنا فيه عن الفعل Can بحالة جملة مثبتة يعني ما فيها لا نفي ولا سؤال وبحالة السؤال وبحالة النفي وبحالة أيضا الإجابة القصيرة أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضعنا لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته